اللّه من إخوتي، السلام الله في خلق أولوكم. رجل الأب والإبن والروح القدس إلهاً واحد، أمين. اليوم أريد أن أحدّث عن قديس أخوتي. طلب مني بشأنني أحد الأخوة أن أحدّث عنه وهو القديس الساسين. البداية أريد أن أحدّث عن القديس الساسين كمنا يوجد كثير من القديس فينا. له اكتر من عيد. بس العيد الثابت واللي بعيدوله اكتر او المشهور اكتر من باقي الاعياد هو بخمسة عشر ايلول. واللي انا بدي احكي عنه انه بخمسة عشر ايلول. بس انا احنا انه متل باقي الادسين في عنده عدة اعياد بالسنة بعيدوها. القديس اساسين المعلومات المتوفرة منه كتير عنه. وهو كان عايش بالقرن الرابع. وكان هو مشارك احد الاسيقفة بمجمع نيقيا اللي صار سنة ثلاثمية وخمسة وعشرين. وكان هو من كبار المحاربين لفكرة اريوس الشريرة. الفكرة اللي بعد الهل امأسرة كتير بكنيستنا اريوس الشرير بدعيكم انت تقرؤ عنه. او كمان ببدي اجرب برجع بعمل موضوع عنه. اريوس كان كمان احد اصاقفة الكنيسة واللي خرب الكنيسة من جوه كتير بافكاره الشريرة واحد افكاره الشريرة انه كان المسيح هو ادنى مرتبة من الله وهو كان الله. مهم كتير كانت قاسي هذه الفكرة. فمنعرف نحن انه القديس ساسين حارب وواجه اريوس. لا بل اقنع الكثير من الموالين اريوس واللي كان يسميهم ابنائي اريوس كان يقول عنهم. واللي للاسف كانوا هنه اباء ومطارني بالمئات تصدقوا كتير تأسف في اخوار بهايديك الايام. وكان البطل ساسين يقعد معهم ويفهمهم ويقنعهم بالحقيقة وحقيقة الرب يسوع. الا انه يبدو انه اريوس كان عنده الكثير من الملوك والمسؤولين والوزراء تبعين لقلو. وعدة حكام لمناطق كانوا تبعين ويسمعوا من اريوس شو بقلهم ومصدقين له ومصدقين له لعدة اسباب لانه فكرة اريوس يا اخوتي هي اقرب لتهيين العقل البشري. العقل البشري ما بيحب اوقات يفكر كتير او يفوت اه بعمق او يعرف العقل البشري انه الله خارج قدرة فكرنا وتأملنا وطريقتنا الله ما فينا نحصر الله براسنا الله خارج اه عقلنا واكبر من عقلنا. فا اريوس كان عبجارب يحصرون انه هايدي الفكرة هيني. ما تفكروا كتير. المسيح هو احد المولودين من الرب هو اللي ارسله وهو بمثابة نبي اقل مرتبة من الله كان يضرب السلوس يعني الامور اللي بتكون هيني للبشر. اجا ساسين البطل واعاد اه بيعقول وبقلوب الناس قداش الفكرة الروحية الالهية مهمة وكيف لازم نعيش. حكي عن الروح القدس حكي عن الله الاب عن الرب الابن حكي عن كل هالامور وقدر بقوة ايمانه انه يعيد كتير اه اه ناس لالكنيسة الحقة الكنيسة الجامعة. واتغلب على اريوس بعدة مناظرات كان يعملوا مناظرات وندوات. فكان يفوت هيدا البطل يمسحهم هيك بعصايته بقوة الكلمة طبعا ويفل. ناهر منه كتير اه احد الولاد. بدي اقول انا انه يقال انه كان عايش من مدينة اسمها قوزياكس او قوزباكس اه اه انا شخصيا ما بعرف هالمدينة هلأ وان صارت. انما انا بدي اللي كان قاعد واللي كان ظاهر بهيد المدينة القديس ساسين البطل. هيدا القديس بيجيبوا اه اه الوالي وبيجبروا انه اه اه يعمل اديس للوسنيين. ويقلوا انه انه انت طالما انت من ابناء اه الكنيسة كما يشوف الوسن قداش مهم. اذا بدك تضلك اه عندي انا بولايتي هون بدك تعبد اه الوسن وتقدم زبيحة للوسن. طبعا بطلنا الحبيب القديس ساسين رفض عبادة الاوسان. ولما رفض بيجيبوا هيدا الوالي وبيشنع فيه وبيضربوا بعزبوا بكل الطرق بعزبوا فيها وبيحطوا بالحبس فترة مش هيني. بهيدا الوقتي اخوتي بينتصر الملك قسطنطين البطل قسطنطين بينتصر وبيستلم هو الحكم وبيطلع القديس ساسين من السجن وبيعيده الى كرسيه. احنا قلنا القديس ساسين هو كان مطران واسقف مدينة قوزياكس. هيدا الاسقف الرائع ساسين كان بطلنا وكان وصار اديس واسمه ساسين. بصدقته مع الملك قسطنطين برجع قسطنطين بيحميه وبيقدر يشارك المطران ساسين باول مجمع نيقيا بسنة ثلاثمية وخمسة وعشرين. وكان من اباء هيدا المجمع. وطبعا كان في قبله لمجمع نيقيا مجمع ارشاليم الشهيد. انما هيدا المجمع القبير سنة ثلاثمية وخمسة وعشرين كان كمان عبيحارب اريوس والفكرة الاريوسية. وبيرجع البطل ساسين الى الساحة وبينائش من اتباع اريوس وبيغلبهم. هون اخوتي كان مشهور بقى الحاكم اللي يكسمو غلايوس كان مشهور انه عدوه لقسطنطين. هو حاكم لاحد الولايات. هيدا الحاكم الشرير بيقدر يعمل كمان للقضية الساسين وبيقدر ان يلقي القبض عليه مرة تانية وبيخفيه وبيحطه بالسجن وبيعدمه بخمسة عشر ايلول سنة ثلاثمية وثمانة وعشرين بعد ثلاثة سنين من مجمع يعني هول ثلاثة سنين بتكون تشوفوا ساسين قديش حارب شو عامل فيهم وقديش كان يزعج الوثنيين قديش كان يزعج اريوس والفكرة هون اللي عب تخطر او عب تدور براسة انا انه كيف قدر ساسين وعبادة اريوس وعبادة الاوثني تفقوا سوى طالما اريوس عابوا انا ابن كنيسة كيف قدر وانع والي الوثنيين وقدر ان يكون متفق معهم تحتى تشوفوا قدي اريوس وصفهم انه ابن كنيسة وكان يعني خادم للشيطان لانه تقدر اتفق مع الوثنيين نحن ما منتفق مع الوثنيين يا مسيحيين يا غير مسيحيين وهيدا كان طرح القديس الساسين يعني نكون مسيحيين على طريق ربنا يسوع يا ما بتكون تكونوا على طريق اريوس والوثنيين والخدمة العقلية واللي بيعتبر انه العقل هو صانع كل شيء فتم اعدامه بقطع رأسه بخمسة عشر ايلول سنة ثلاثمية وثمانة وعشرين بس يقول يا اخوتي انه فضل القديس الساسين وكل القديسين اللي مثله نحن اليوم مستمرين بقوة الرب يسوع بكنيسة اللي بعدها باقي لهلأ بشفاعة الاديسين اللي هن على مثال ساسين نحن اذا اليوم بقيين وكنيستنا مفتوحة بتكون بفضل اديسين امثال ساسين بفضل ساسين وبفضل رفقاته اليوم نحن يا اخوتي عم نتذكر ساسين عم نتذكر الاديس ساسين وشو عمل بس مين عم يتذكر اي سلطان كان واي والي كان بوقته واي فنان كان واي ملك واي مسؤول واي وزير كلهم بفله بيبقى الرب الاله الحي الذي لا يموت الله اللي بيبقى وذكر اديسيه اليوم نحن نتذكر اديسينا بس ما نتذكر ابدا الملوك اديسينا البقيين لانهم احياء بشعب الكنيسة اللي باقي اليوم عم يصلي احياء فينا نحن اللي عم نصلي بالكنيسة والكنيسة بعدها مستمرة بفضل امثال القديس ساسين ما حدا مستقبليا بيذكر حكموا قد ما بدكن وعملوا وزراء قد ما بدكن وعملوا احتلالات قد ما بدكن كله بيزول وبتبقى كلمة الرب الاله الحي الذي لا يموت ولا تموت كلمته هكذا كان يعلمنا القديس ساسين والقديسين اللي كلامهم بيضل كلامهم الحق وكل كلام الباطل بيروح رح نبقى نصلي رح نبقى بكنيستنا بشفاعة ربنا يسوع المسيح وببركة وشفاعة ايضا القديسين اللي بفضلهم نحن مستمرين ينعاد عليكم امين